الكثير مننا لا يعرف كوريا الجنوبية إلا عن طريق شركاتها التي تشتغل في مجال صناعة الأدوات الكهرومنزلية أو السيارات لكن ثم توجه آخر لهذا البلد المتقدم حيث يوجد بعاصمتها سيول المسجد المركزي والذي شهد منتصف القرن الماضي ويعد مكاناً لالتقاء المسلمين الحمد لله يسلام دخل في كوريا عام 1955 ومرت تقريباً 64 سنة فالآن الحمد لله أصبح المسلمين عدد المسلمين في كوريا خدود 150 ألف من الجليات التي جاءوا من دول إسلامية ومن الكوريين أصلياً وإن ذلك كما تحت إشرف الاتحاد المسلمين الكوريين تقريباً 25 مسجد أنهاء الكوريا كلها مسجد سيول واحد من بين عشرات المساجد الموجودة في مختلف أنحاء كوريا يحاول القائمون عليه نشر الدعوة الإسلامية والتعريف بالدين الإسلامي نحن مسلمين الكوريين يعني تقريباً 35 ألف من أصل من الكوريين مسلمين حقيقة حكومة الكوريا حكومة ثقلية يعني حكومة لا تتدخل بالشعون الدينية فنحن الإسلام في كوريا نحن نقوم بأنفسنا دون تدخل من الحكومة أو غير من أديان أخرى في محيط مسجد سيول تتواجد الكثير من المحلات والمطاعم العربية كما تعتبر المنطقة وجهة للسواحي القادمين من مختلف أنحاء العالم المنطقة هذه اللي رأنا فيها متواجدين الآن معروفة بالمسجد الكبير مسجد إيتيوان وفيها شوية جالي عربية مصريين يمنيين سوريين هنديين فيها مطاعم حلال يبيعوا الأكل حلال مشهورة المنطقة هذه مشهورة معظم السواحي يجو لهنا على جل المسجد بعض المهاجرين العرب يعتبرون هذا الصرح الديني مهما خاصة في دولة طغت عليها التكنولوجيا مسجد سيول المركزي هو منارة دينية ومكان يتوجه إليه المسلمون لآداء وجباتهم الدينية ويعد رابطا وثيقا يجمع بينهم في الصراء والضراء والمناسبات الدينية